متتبعي قناة مكتبة التعليم يا مرحبا بكم بتتم التمارين درس العاشر الدر في عدد مكون من رقمين في نطاق الاعداد من صفر الى تسعة الاف وتسعمائة وتسعة وتسعين سنشتغل في هذه الحصة على صفحة رقم خمسة واربع لإكزرسيس 4 جوبسيرف لإكزامبل إيجو كومبلت جوبسيرف ولاحضوا لإكزامبل المثال إيجو كومبلت وأكملوا 31 في 40 يساوي 31 في 4 في 10 40 كتبناها على شكل 4 في 10 إذن 31 في 4 في 10 31 في 4 4 في 1 4 في 3 12 124 124 124 كنكتب العدد ونضيف الصفر 1240 دبنا ندروا 52 في 3 دي هو 52 في ماذا في 3 في 10 ثم نخدمه 2 و 5 في 3 3 في 2 6 3 في 5 5 15 15 في 10 ونضيف الصفر 1560 إذن إذن بقيت لكم هذه العملية سنجزها بنفس الطريقة بعدما توقفوا الفيديو ندروا 21 في 6 في 6 في 10 21 في 6 في 10 21 في 6 ندروا 6 في 21 كم؟ ندروا 6 في 1 6 6 في 2 12 10 126 في 10 ندروا 6 في 1 نكتبه 126 ونضيف الصفر أو لا ممكن نكتبه 126 مننا نضيف الصفر وهي 1260 وستون التمري الخامس قال ممضو أحد الأعداد الثلاثة يساوي جداء العددين الآخرين أتأكد بوضع وإنجاز العملية ثم هل صحيح أم خطأ ما قاله ممضو إذن ممضو يقول بأن جداء أحد العددين يساوي العدد الثالث وين تأكدوا فالجداء سيكون أكبر لأن العدد الكبير هو الجداء أما العددين الآخرين فهما اللي سيقومون لهم الجداء إذن سيقومون 209 في ماذا في 43 وقفوا الفيديو ونجزي العملية 3 في 9 يساوي 27 نكتبه 7 نحتفظ بـ 2 3 في 0 0 والـ 2 نكتبه 2 3 في 2 6 نضع نقطة ثم نمثل الرقم الموالي هو 4 4 في 9 يساوي 36 اكتبه 6 احتفظ بالـ 3 4 في 0 0 والـ 3 3 ثم 4 في 2 8 ونقوم بعملية الجمع 7 زائد لا شيء يساوي 7 6 زائد 2 8 6 زائد 3 9 8 الجداء هو 8987 أتأكد من صحة عمليات الضرب التالية ثم أعيد إنجاز الخاطئ منها السعين بالحساب التقريبي إذن ستأكد من صحة عمليات الضرب التالية ثم نعود إنجاز الخاطئ منها كيف ذلك لاحظوا 353 أقرب عدد 335 315 22 20 ثم ندروا 2 في 15 اكتبوا صفر واحتفظوا بـ 1 2 في 3 6 والـ 1 7 إذن 70 انضفوا جداء الأصفر اللي هي 7000 70 انضفوا هذا الصفر وهذا اللي هي 7000 إذن الجداء المقرب هو 7000 لكن لنجز هذه العملية فوجد 1412 فأين هو الخطأ الخطأ هو في وضع النقطة يخصوه هنا نقطة ثم يكمل العملية إذن غد نعود إنجاز العملية 353 ثلاثة وخمسون في اثنان وعشرون اثنان في ثلاثة ستة اثنان في خمسة عشرة اكتبوا صفر واحتفظوا بـ 1 اثنان في ثلاثة ستة والواحد سبعة ثم أضع نقطة ودلقوا كذلك سبعمائة وستة لأن اثنان فنوس العدد إذن ستة سفر سبعة نقوم بعملية الجمع ستة ستة سبعة سبعة إذن الجداء هو سبعة ألاف وسبعمائةين وستة وستة فهو أقرب إلى سبعة آلاف ثم العملية الثانية مئتان وستة عشر أقرب عدد مئتان وعشرة سبعة وأربعون نضفوا ثلاثة فنحصل على خمسون أما الجداء المقرب فخمسة في نحتفظوا بهذه السفرين تلأخير نضفهم خمسة في واحد خمسة خمسة في اثنان عشرة انضفوا الصفرين العدد هذا هو عشرة ألاف وخمسة فكاللحظة هذه العملية كذلك نبس الخطأ ما وضعش أو لم وضعش النقطة إذن غادي نعودوا نصحها مئتان وستة عشر في سبعة وأربعون سبعة في ستة اثنان وأربعون كتبوا اثنان واحتفظوا بأربعة سبعة في واحد سبعة والأربعة احدى عشر كتبوا واحد واحتفظوا بواحد سبعة في اثنان أربعة عشر والواحد خمسة عشر أضعوا نقطة أربعة في ستة أربعة وعشرون سبعة أربعة واحتفظوا بأثنان أربعة في واحد أربعة والأثنان ستة أربعة في اثنان تمانية نقوم بعملية الجمع إذن اثنان زائد لشاء اثنان واحد زائد أربعة خمسة ستة زائد خمسة احت عشر سبعة واحد اثنان احتفظوا بواحد تمانية تسع عشر الجداء هو عشرة ألاف ومئة واثنان وخمسة كنلاحظوا أقرب إلى عشرة ألاف وخمس ومئة لكزيرسي ستة جو شخش ليشيف غمون كون جو شخش أبحثوا عن الأرقام الناقصة لأن عندنا أرقام ناقصة كيخصنا نبحثو عليها نبدو بهذا العملية واحد العدد كنضربوه في اثنان وكنحصلوه على اثنان اللي هو ماذا اللي هو واحد لأن واحد في اثنان اثنان ثم واحد العدد كنضربوه في واحد ونحصل على سفر اللي هو سفر واحد في سفر سفر واحد في أربعة أربعة واحد العدد في اثنان يساوي أربعة اللي هو اثنان اثنان في اثنان أربعة واثنان في سفر سفر اثنان في أربعة تمانية بقيت عملية الجمع قد توقفوا الفيديو وديروا إذن 2 زائد لا شيء يساوي 2 0 زائد 4 4 زائد 0 كذلك 4 8 زائد لا شيء يساوي 8 إذن الجداء هو 8442 نمر إلى العملية الثانية كذلك سنبحته على الأرقام الناقصة إذن 1 العدد نضربه 8 يساوي 0 يعطينا عدد رقم وحداته 0 وهو 5 إذن 5 في 8 يساوي 40 نكتبه 5 في 8 40 إذن نكتبه 0 ونحتفظه بـ 4 ثم 1 العدد نضربه في 5 نضيفه 4 نحصل على 4 إذن 5 في مدى في 0 0 زائد 4 4 و 5 في 1 5 نكتبه 5 ثم 1 العدد نضربه في 8 فنحصل على عدد رقم وحداته 2 إذن وقفوا الفيديو وفكروا إذن هو العدد اللي نضربه في 8 وكنحصله على عدد رقم وحداته 2 ثم بعد ذلك نفس العدد نضربه في 0 ونزيده للإحتفاظ ونزيده للإحتفاظ دل هذا العدد هذا فنحصله على 7 إذن 9 في 8 9 في 8 72 نكتبه 2 وحداته فيضه بـ 7 9 في 0 0 زائد 7 7 9 في 1 9 ثم نقوم بعملية الجامع 0 زائد 0 0 4 زائد 2 6 5 زائد 7 ساوي 12 كتبه 2 وحدة فيضه بـ 1 9 زائد 1 10 الجداء هو 1026 10 نمر إلى التمرين الثامن في أحد أركان المكتبات البلدية 27 رفا في وحدة من المكتبات البلدية فيها 27 رفا يحتوي كل رف على 36 كتاباً إذن فيها 27 رفاً وكل رف يضم 36 كتاباً أحسب عدد الكتب الموجودة في هذه الرفوف أحسب عدد الكتب الموجودة في هذه الرفوف إذن قلنا كم من رف 27 رفاً في كل رفاً في كل رفين كم من كتاب 36 كتاب إذن 36 كتاب إذن حال من مرة 27 مرة لأن 27 رف إذن 36 كتابت 27 مرة ما معنى كتابت يعني في 27 في 36 نقلنا 36 كتابت 27 مرة ونضر الضرب 6 في 7 42 نكتبه اتنان احتفظ ب أربعة 6 في 2 12 والأربعة 16 أضع نقطة 3 في 7 21 نكتبه واحد احتفظ ب 2 3 في 2 6 وال2 8 ونقوم بعملية الجمع 2 7 9 للجداء هو 972 إذن عدد الكتب الموجودة على هذه الرفوف 972 كتاب التمرين التاسع اشترى كتوبي 248 قصة مصورة بثماني 15 درهما للقصة الواحدة كم دفع وحدد العملية أجري الحساب المقرب ذن كتوبي 248 قصة 15 درهما شحال سيخلص الكتوبي كم سيدفع إذن باش نلقعوا المبلغ الذي سيدفعه الكتوبي سيندير 248 في 15 لماذا لأن كل قصة تمديلها 15 درهما فبالتالي 15 درهما كالتعود 248 مرة هنا المطلوب أجري الحساب المقرب الحساب المقرب سينشوفوا أقرب عدد 248 اللي هو 250 وخمسون 15 وعشرة للمئتان وخمسون في عشرة سينكتبوا 250 انضفوا الصفر 2500 إذن المبلغ المقرب 2500 قريبا ثم أضع وأنجز العملية نزو العملية 248 في 15 5 في 8 أربع اكتبوا صفر احتفظوا بأربعة 5 في 24 24 24 5 في 12 والإثنان 12 أضع نقطة 1 في 8 8 1 في 4 4 1 في 2 2 0 12 12 زائد 3 7 1 زائد 2 3 ذا المبلغ الذي سيدفعه 3720 دير هامان قلنا تقريبا 2500 فهذا فقط حساب مقرب وليس الحساب أو للجداء المضبوط التبريد العاشر إذا وضعت البطاقتان التاليتان جنبا إلى جنبين ستعطي جداء العددين 2 2 17 19 و3 إذا وضعنا البطاقتين جنبا إلى جنب البطاقة التي تحمل الرقم 84 والبطاقة ذات الرقم 63 ستعطي جداء العددين 217 و39 إذن 217 في 39 السؤال الألف أتأكد بوضع وإنجاز العملية أولاً غدين تأكدوا بوضع وإنجاز العملية 9 في 7 3 و6 أكتبوا 3 أتفضوا ب6 9 في 1 9 و6 15 أكتبوا 5 أتفضوا بواحد ثم 9 في 2 18 والواحد 19 أضع نقطة 3 في 7 21 أكتبوا 1 أتفضوا بـ 2 3 في 1 3 والإثنان 5 3 في 2 6 أنا أقوم بعملية الجمل 3 6 14 6 7 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 فإذا وضعنا البطاقتين جنبا إلى جنب 84 هذه البطاقة فيها الرقم 84 63 إحظوا إذا وضعنا البطاقتين جنبا إلى جنب سنحصل على 8463 السؤال فأجري الحساب المقرب الحساب المقرب 217 نضفوا 320 3940 احتفظوا بالصفر نضيفهم ونضيفهم ونضيفهم 4 في 2 8 ونضيفهم الصفرين الحساب المقرب 8800 إنه جذاء مقرب فقط وليس جذاء مضبوطا وبهذا ننهي الصفحة رقم 45 نلتقي في الصفحة رقم 46 أغفاو ترجمة نانسي قنقر